السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي تحية لكم ونتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال وأحسن الظروف مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي ستكون فيه فقرة أو فقرتين على حسب الوقت إخواني أخواتي قبل ما بداع بغيت نشكر الناس اللي تحقوا بالقناة شكرا لهم وبغيت نقول لهم رقم في المستوى من خلال التعليق اللي كتخليوا لنا ومن خلال المشاركة ديالكم من خلال المواضع اللي كتكترحوا كذلك دون أن أغفل العائلة القديمة ديال القناة تبارك الله يعني دائما ما تنسوناش بالتعليق ما تنسوناش يعني من الأفكار وهدف حداته كافي لأننا نحسن من مستوى القناة إخواني أخواتي وبالتالي غد نطبق ذلك كلمة أنه القناة للجميع ما أنا هنا إلا مسير لأنه في الأول وفي الأخير كنسمعوا بعضيتنا كننقشوا بعضيتنا في نطاق الإحترام وهذا هو المطلوب ولا شيء غير الإحترام داخل عائلة قناة مغربي في بلوكسل إذن إخواني أخواتي أولى الفقرات جرنا أننا نهضروا على محاكمة أفراد حمزة موبي باليوم في الاستئناف اللي كنت قلت على أنه سيكون حارق وبالتالي اليوم الحسم فيما يخص هذه المحاكمة المحكمة الاستئناف إخواني أخواتي قبل أن أعطيكم تفاصيل أريد أن نذكر فقط فقط كما تقوله تهم دي المتابعة فيما يخص هذه المجموعة الأولى التي تهم ظاهر غلامور وعدنان هذه الناس كانوا تابعوا بتهم أو تابعتهم الهيئة القضائية بتهم تتعلق بالمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلومة أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم وكذا بتوقع كاذب قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة والابتزاز كل حسب المنسوب إليه إخواني أخواتي هذه هي تهم دي المتابعة وبالتالي أصدرت المحكمة الابتدائية في شهر فبراير من هات السنة أحكاما تتراوح ما بين السنتين لكل فرد عامين دي الحبس لكل واحدهم وغارمة عشرة ألاف درهم لكل منهما بالإضافة إلى غارمة مالية وحدت المحكمة بالنسبة للناس المطالبين بالحق المدني إخواني أخواتي وكان على رأسهم كيفما تنعرفوا يعني مجموعة من المطالبين بالحق المدني اللي يدعي لي ذكر الأسماء أتشاهدك اللي نهضرنا عليه من قبل وبالتالي كان الاستئناف من الهيئة الدفاع لهذه المتهمين الاستئناف اللي خدم مجموعة من المراحل وخدم مجموعة من الحلقات إخواني أخواتي نظرا كيفما بالنسبة للناس المطالبين بالحق المدني ربما للتهم المتابعة بهم هذه الأفراد هذه كذلك بالنسبة للإحكام لجانب الآخر أو لجانب هئة الدفاع ديالهم ما عجبتهم الأحكام وبالتالي تقدموا باستئناف هذا الاستئناف اللي خدم وقت وخدم مجموعة من تأجيلات وشفنا مجموعة من تأجيلات في الجلسات وبالتالي الحسم كان اليوم في هذا النهار 21 يعني دجمبر أو 21 ديسمبر استئناف اللي كانوا كنتظره مجموعة من الناس وكانوا يقولوا ربما الحكم اليوم لكن كان عرفوا أنه هناك يعني مجموعة من القضايا هناك يعني ضيق الوقت حالة وبائية وبالتالي الملف دخل للمداولة رسميا إخواني أخواتك كان عرفوا أنه منك يدخل المداولة وبالتالي كان قونت سنة والحكم المحكمة الموقارة تسهيلة للأمور وتسهيلة للمساطر أرجعت النطق بالحكم إلى 4 يناير 2021 وبالتالي هذا هو التاريخ دي النطق بالحكم بشكل رسمي فيما يعرف بأفراد حمزة مونبي بإخواني أخواتي إذن الملف دخل المداولة هذا يظل إلى أنه يعني سالة النقاش يعني تمت المرافعات ما بقى يعني ما يتزاد إضافة أو شيء إضافة أخرى وبالتالي المداولة والنطق بالحكم رسميا نهار 4 يناير 2021 أنا أقولها وأكررها للتأكيد فقط إخواني أخواتك وبالتالي ربما نشوفوا النقد الإبرام ربما يعني ترفع ستار على هد هد المحاكمة هدي على أين للمحكمة الموقرة واسع النظر فيما تره مناسبا من أحكام إخواني أخواتي كذلك بغيت نأكد على أنه نهار 24 كذلك كنا محاكمة دي المجموعة الثانية دي حمزة مونبي بي أفراد حمزة مونبي بي وبالتالي ربما المحكمة هي ترفع الملف للمداولة وربما النطق يكون تاني كذلك لما لا مهار 4 يناير هذه تبقى فقط يعني تنبؤات إخواني أخواتي لأننا كنواكبوا الملف وكنشوفوا يعني الأخر وكنعطوهم مقارنة ربما نكونوا خاطئين لأنه في الأول وفي الأخير المحكمة المقارنة هي صاحبته القولي والفعل إخواني أخواتي حتى لا أطيل وأعرجه على الفقرة التانية اللي غادي نهضروا عليها اليوم فهو يعني الوفد الرفيع المستوى اللي غادي يحل بالمغرب إن شاء الله يوم غد وهذه لأول مرة وفد إسرائيل رفيع المستوى إلى جانب وفد أمريكي رفيع المستوى غادي يحلوا بالمغرب إخواني أخواتي وبالتبط مطار محمد الخامس من بعد ما كانت هناك إشارة تشيرا لأنهم ربما غادي نزلوا في مطار الرباطسلة ولا تأكيد جاء يعني اليوم وسيحلوا الضيف التقيل ضيف المغربي الكبير اللي فيه مجموعة من شخصية كبار غادي نهضروا عليهم وغادي نناقشهم إخواني أخواتي غادي نزلوا بمدينة الضارب وغادي يكون وفد كبير كذلك من المغرب اللي غادي يستقبلهم على رأسهم السيد ناصر بوريطا وزير الخارجي المغربي وبالتالي ضيوف دي المغرب جايين يشكروا جلالة الملك ها تشاهد شفناه إخواني أخواتي من خلال المؤتمر الصحفي اللي ربما كان تمرر بارح ما بين مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستشار دياله والسهر دياله كان عارفه لأنه غاريد كوشنير حل البارح بإسرائيل وداروا واحد مؤتمر صحفي هو رئيس وزراء الإسرائيلي بين يمين نطنياهو عفوا ومن خلاله علناً علناً إخواني أخواتي هنا غدين عارفوا لأنه القيمة ديالهد يعني القرار ديالجلالة الملك بأنه يعني يعود تفتح المكتب ديالاتصال خلت رحيب كبير عند الجالية ديالنا المغربية وإخواننا يعني اليهود المغاربة وبالتالي علناً طلب يعني أنه يعني يبلغ رسالة شكر وامتنان إلى جلالة الملك محمد السلس على هذا القرار هذا وبالتالي هناك فرحة يعني عارمة إخواني أخواتي من كل أطياف المجتمع يعني كيرحبوا بالقرار ديالجلالة الماليكم على رأسهم يعني كما تقول وليدات المغرب وإن كنت دائماً كنت نرى لد كلمة يهود أو شي حاجة نحن أبناء المغرب ما كنت أكدوا على المرجعية ولا شي حاجة ووليدات المغرب يعني فرحانين بهذا القرار حتى رئيس الوزراء ديال بلد ديالهم يعني طب من مستشار الأمريكي أنه ينقل الامتينان دياله والشكر دياله علناً إخواني أخواتي وهذا باش تعرفوا القيمة ديال قرارات جلالة الملك محمد السلس نصره الله إخواني أخواتي وبالتالي هذ الناس غادي جيوا عندنا وجايبين يعني فرحانين وجايبين يعني رسائل ديال الشكر لجلالة الملك محمد السلس وبالتالي مغرب كيبقى مملكة الانفتاح مملكة التعايش مملكة التسامح مرحبا بأي واحد جعدنا فهو غادي تلقى بالترحيب شريطة أن يحترم ببادئ المملكة يحترم قوانين المملكة يحترم مؤسسة المملكة يحترم يعني قرارات جلالة الملك القائد الأعلى للمملكة وللقوة المسلحة الملكية المغربية هذ الناس جايين فرحانين مرحبا بهم إخواني أخواتي وغادي نقول لهم غادي تلقوا الترحيب كذلك غادي تزاد هذ العلاقات غادي تزاد توطط إخواني أخواتي لأنهم الناس ولدات المغرب غنقول وغنعودها ولدات المغرب مستعدين على أنهم مستثمروا في بلادهم الأم وهذا الحمد لله هم اللي معروف عليه المغاربة فيما مشوا ما تنسوش الأصل ديالهم إحنا عدنا بلادنا تنموت عليها تنبغيوها وإن يعني تغربنا وإن معرفين حلينا دائماً كنتبقى البلاد ديالنا إخواني أخواتي داخل القلب ما غاديش ننساوها بعض المرة هذرو على شيء أمور ما تتعجبش الغير ولكن مع كل أسف بغينا نقولوله إحنا رح نولد المغرب إلي ما أعجبكمش أنتم أشخاص ولكن مصلحة المغرب ومصلحة المملكة المغربية ومصلحة المجتمع المغربي توبقى فوق كل اعتبار ما كان هذرو على فاسد ولا فاسدة اللي كان فهي من دواعي الغير ديالنا على بلادنا وبالتالي مصلحة بلادنا فوق كل اعتبار إلي ما أعجبكمش الحال هاتشي اللي أعطى الله ولكن مصلحة البلاد فوق يعني الجميع إخواني أخواتي كذلك بغيت نأكد على الأمور إحنا أخوتي نحاول أن نقربكم من هذا الشي هذا اللي هو يعني ربما كيخرج العالم عن طريق بعض الصحف وكذلك ربما كنحاول أننا بجتهدنا أنا نجيبه كذلك بغينا أن نأكدوا على أنه المفتش العام للقوة المسلحة الملكية المغربية الجنرال دوكور دارمي الوراق حل بمورطانيا وهذا الشي هذا من أجل الإجراءات اللي غدا تكون رادعة فيما يعرف بالمرتزقة وبالتالي غلق الباب على جميع المستويات ومن ثم غدا يكون مركز حدودي مباشر أؤكدوها وأقولوها ما غدا يفقاش ذلك المنطقة العازلة من بعد القرقارات غدا نقولوا ونهضروا على نقطة حدودية يعني حتى النقطة خمسة وخمسين مع الحدود المورطانية وبالتالي ولت حدود مورطانية مغربية يا إخواني أخوتي هذا بشكل رسمي وهذا يعني هو اللي خلق السيد المفتش يعني يحل من أجل يعني أنهم يوضعوا اللمسات الأخيرة وبالتالي ربما ربما نشوفوا حق كذلك من بعد معبر القرقارات أنه ربما يتحيدوا لنقطة حتى الحدود هذا يعني كتبقى من بين الأخرى غدا نتريته وغدا نشوفه أو في حالة ما أنه لا يعني بقى معبر القرقارات وغدا تبقى ديك المنطقة العزلة فهديها تحت السيطرة الجيش المغربي إخواني أخوتي ربما نشوفوا قاعدة يعني عسكرية ما مشتركة ما بين يعني يعني الجيوش المغربية وكذلك الجيش الأمريكي بما أنه كتكون وحد المناورات لأنه بعض الأعداء اللي ما تعرفوتي شي حاجة عقاس نتخربكوا لأنه ستكون قاعدة عسكرية أمريكية وأنه والأخر خصوصكم تعرفوا إخواني أخوتي هذي الناس رمكي طبلو في طبول خاوية إحنا كل عام كيكون عندنا يعني تدريب ما يعرف بالأسد الإفريقي على المعتقد اسمها كأستسمح هذه المناورات اللي كتكون ما بين القوات المصلحة الملكية المغربية ونظرتها يعني في الولايات المتحدة الأمريكية وكنشوفوا لأنها كتكون يعني مناورات كبيرة وعلى أعلى مستوى وبالتالي هذه القاعدة اللي كانت دائماً من أجل التعاون وتبادل الخبرات وهنا تسد الباب حتى على المشككين وعلى المتربسين بأمن وسلامة المملكة المغربية هذا عمل كبير كبير إخواني أخوتي سنرفعوا القبة على جلالة الملك ونقولوا له إحنا عدنا دائماً تتقى فيك ودائماً تنتقوا فيك والله يخليك لنوع تكسس حيحة ديالك وهذا مشي غريب على ناس يعني أو على الملكي في المغرب لأنه دائماً ما كانوا يعني الأمور اللي كتهم الوحدة الترابية ولتوبة الأمة لا تراجعوا فيها ودائماً كيكون الضرب من حديد وهذه القرارات اللي كنشوفوه هانتم إخواني أخوتي كنشوفوه سترجع لنا بالخير إن شاء الله نتمنوا التوفيق نتمنوا الأمن والسلام لبلادنا الحبيبة للمملكتنا الشريفة تحت رئاسة جلالة الملك وتحت قيادة جلالة الملك محمد السلس نصره الله وأيده ولا عزاء للحاقدين ولا عزاء للفاسدين المفسدين ونحن لهم بالمرساد وتحت شعار الدائم للمملكة الله الوطن الملك تحياتي لكم مننا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأحبكم جميعا إخواني أخوتي السلام عليكم